يجب أن نغير من كل هذا المحيط ما فيها القاعدة يعني تدعو الاستغناء عن هذا القاعدة القاعدة أولاً لم تطبق بكل عدلة و بكل شفافية لكل المستثمرين هذا أول شيء ثاني شيء لم نعرف كم من مستثمرين لم يأتي للجزائر لأن فيها هذه القاعدة وثالثاً هي قاعدة بيروقراطية مش قاعدة يعني قررناها على أساس المشاريع لأن فيها مشاريع مثلاً تتطلب 60-40 كانت مشاريع التي تتطلب 20-80 ولكن نحن نطلب تطبيق نفس في المحروقات في الكهرباء في الفلاحة في الصناعة في كل مجالات ولذلك المهم يجب أن يكون واضح بالنسبة لنا المهم بالنسبة إلى الجزائر ما هو المهم؟ المهم هو يكون المشروع ناجح كي يكون لنا ضرائب والرسوم كي نستعملها لتحسين التعليم هذا هو المهم لما كان لنا ضرائب ورسوم المشاريع لم تكن مشاريع لم تكن ضرائب أولاً ثانياً كان المشروع غير ناجح لأن لم نستعمل العدالة والشفافية وغير ذلك لم يأتي بالضرائب إذا عندنا الضرائب ممكن نحسن في التعليم نحسن في الصحة نحسن في خلق فرص عمل لأننا نستطمر ونخلق هذه الفرص عمل نحسن في القدرة الشريعية ولسيما نغطي يعني ونحمي هذه الفئة الفقيرة تبع المجتمع لأنه يجب أن يكون لك مداخل كي تغطي يعني احتياجات هذه الفئة من سكان من تعليم وغير ذلك وأنا تكلمت الكثير على ما هي القاعدة أحسن قاعدة أحسن قاعدة هي تكون على أساس مفاوضات ما بين الشريك الجزائري والشريك الأجنبي والبنك الممول يعني ثلاث أطراف ثلاث أطراف لأن البنك يحب يرجع الأمواد لذلك هو يحب يكون المشروع ناجح ويفعل المستحيل من أجل النجاح والشركاء يحب بأن المشروع يكون ناجح ولذلك كل واحد يساهم ما هو فيه أحسن مثلا الجزائري نقوله عنده عنده مثلا تسير عنده يعرف كيف يسير أو عنده العلاقات يعرف كيف يمشي المشروع ولذلك يكون عنده دور في هذا المجال إذا عنده أموال مثلا كثيرة عنده رأس مال وغير ذلك ويقدر على المساهمة على أساس هذا المشروع يقدر يساهم أكثر ولذلك يقدر يأخذ نسبة ولكن إلاجك شريك بالتكنولوجية جديدة مثلا لم يأتي إذا لم تعطيه يعني الأغلبية لأن هي التكنولوجية الجديدة يقدر يمشي أي بلد ولذلك هذه القاعدة يجب أن تغير على حساب نوع المشروع